عودة الاستقرار على الأجواء يوم الأربعاء والتفاصيل بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع بمشيئة الله أن يستقر التقص في أغلب مناطق المملكة يوم الأربعاء وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت العام بقليل ويكون التقص بالدا نسبيا في أغلب المناطق ولطيفا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور للسحب المنخفضة صباحا في بعض المناطق وتكون الفرصة ضعيفة لهطور زخات محلية من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة أما خلال ساعات الليل فيكون التقص باردا في مختلف المناطق مع احتمالية لتشكل الضباب الخفيف والضباب في بعض المرتفعات الجبلية العالية والسهول الشرقية والبادية الشرقية وينبه تقص العرب من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية نتيجة لتشكل الضباب نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقص العرب تمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري